موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتابعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقاتنا على قناتكم قناة مغربي وبريطانيا ونقدم لكم بعض التواريخ التي حصلت على تأشيرتها مؤخرا إذن نبدأ مع أول مثال في هذه الحلقة هذا الشخص هنا قدم من داخل بريطانيا حيث قام بالتغيير من تأشيرة أو من فيزا خطوبة نحو فيزا زواج يقول بأنه قد قدم تأشيرة عادية قدم المعلومات البيومترية في العشرين من مارس من العام الفين واربعة وعشرين تلقى إيميل القبول في الأول من ماي وكذلك تلقى بطاقة الإقامة في الرابع من ماي نمر لمثال آخر هذا الشخص هنا يقول بأنه قد قدم لتأشيرة زواج يقول بأنه قد قدم بالخدمة السريعة لم يوظف مستشار قانونيا يقول بأنه قد قدم المعلومات البيومترية في الخامس من أبريل من العام الفين واربعة وعشرين قام بأداء طلب أول في السابع عشر من أبريل وقال له لا يزالون ينتظرون انتخاذ القرار قام بأداء طلب آخر في الرابع والعشرين من أبريل وقال له كذلك لا يزالون ينتظرون انتخاذ القرار تلقى إيميل على الإيكو في السادس والعشرين من أبريل وقام بأداء طلب في الأول من ماي وقال له بأنهم لا يزالون ينتظرون انتخاذ القرار ثم بعد ذلك تلقى إيميل بأن الأبليكيشن مقبولة إذن تم قبول التأشيرة تلقى هذا الإيميل في الثالث من ماي من العام 2024 نمر الآن لمثال من المغرب هذا الشخص هنا قدم لتأشيرة الزواج يقول بأنه قد قدم بالخدمة السريعة ويقول بأن المعلومات البيومترية كانت في الثامن من أبريل من العام 2024 تلقى إيميل الأيكو في الثالث من أبريل من العام 2024 وقام بأداء طلب في الأول من ماي قالوا له بأنهم لا يزالون ينتظرون اتخاذ القرار توصل بإيميل اتخاذ القرار في الثالث من ماي من العام 2024 ويقول بأنه قد توصل بإيميل سحب جواز السفر في الثالث من ماي من العام 2024 يقول بأنه قد تطلب الأمر 20 يوم من أيام العمل حتى يحصل على تأشيرته إذن نمر الآن لمثال آخر لأن هناك بعض الأشخاص الذين ينتظرون لمدة أطول من المعهود لكن كما نرى في هذا المثال شخص قدم عبر الخدمة السريعة يقول بأنه قد قدم المعلومات البيومترية في الرابع من أبريل من العام 2024 تلقى إيميل الإيكو في السادس عشر من أبريل قام بأداء طلب في السادس والعشرين من أبريل وقال له بأنهم لا يزالون انتظرون اتخاذ القرار قام بأداء طلب آخر في الأول من ماي وقال له بأنهم قد تم اتخاذ القرار وتلقى رسالة القبول في الثالث من ماي لكن في هذا المثال التالي هذا الشخص يقول بأنه قد قدم للتأشيرة قبل 35 يوما من أيام العمل يقول هل هناك أي أشخاص آخرين ينتظرون أو هل هناك أشخاص حصلوا على تأشيرتهم إذن بعض الأشخاص يعلقون قائلين كذلك لهم نفس التواريخ إذن هذا الشخص هنا يقول بأنه قد قدم معلومته البيومترية في الثالث عشر من مارس يقول بأنه قد تلقى في الثلاثين من أبريل تلقى التأكيد على أنه تم قبول التأشيرة يقول كذلك بأنه قد تطلب الأمر 31 يوما من أيام العمل يقول بأنها تأشيرة عادية إذن شخص آخر يقول بأن المعلومات البيومترية في السابع والعشرين من مارس يقول بأنها تأشيرة عادية ويقول بأنه لا يزال ينتظر كذلك إذن شخص آخر هل لقى قائلا إذن يسأل هل تلقى الشخص السابق إيكو أو الإيميل الخاص بالإيكو إذن الشخص الآخر يعلق بأنه قد تلقى إيميل بعد إرسال طلب للهوم офис للاستعلام على قضيته إذن تلقى هذا الإيميل يخبرونه إذن تلقى إيميل بأنه قد تم إتخاذ الغرار لكنه لم يتلقى الإيميل الخاص بسحب جواز الصفر إذن تأخر بشكل كبير إذن مقدم الحالات ربما تتلقى بأنه قد تم إتخاذ الغرار لكن قد يتطلب الأمر وقتا حتى يتم إرسال إيميل سحب جواز الصفر إذن لا يكون هناك أي مشكلة ربما تتواصل مجددا مع الهوم офис أو ربما تنتظر حتى يتصل بك مركز التأشيرات حتى تقوم بسحب جواز الصفر الخاص بك إذن كما لاحظنا بأن بعض الأشخاص الذين قدموا بالخدمة السريعة كذلك لا يزالون ينتظرون أو تأخر الأمر بشكل غير طبيعي لأنه بالنسبة للخدمة السريعة يتوجب الأمر أن يأخذ فقط أسبوع حتى شهر لكن بعض الأشخاص قد انتظروا أكثر من شهر إذن هذا أمر ليس بالطبيعي لأنه هناك الكثير من القضايا التي تم تقديمها أواخر شهر مارس وبداية شهر أبريل إذن الهوم أوفيس ربما لديه حالات كثيرة يتعامل معها وهذا هو سبب التأخير إذن نمر الآن لمثال آخر هذا الشخص هنا قدم بالخدمة السريعة يقول بأنه لم يوظف مستشارا قانونيا يقول بأنه قد قدم المعلومات البيومترية في الخامس من أبريل وتلقى إيميل أليكو في السابع عشر من أبريل يقول بأنه قد توصل بإيميل سحب جواز السفر من التالس في الثالث من ماي يقول بأنه قد تلقى جواز السفر الخاص به لأنه قام باختيار خدمة البريد إذن تم إرساله بالبريد إلى عنوانه إذن يقول بأنه قد تم اتخاذ القرار في الثالث من ماي ويقول بأنها تشيرة إيجابية إذن ربما يمكن القول بأن هذه حالة طبيعية إذن بالنسبة للخدمة السريعة قدم المعلومات البيومترية في الخامس من أبريل وتلقى إيميل أليكو في السابع عشر من أبريل وتلقى إيميل القبول في الثالث من ماي إذن هذه حالة طبيعية لكن هناك الكثير من الحالات التي لازلت تنتظر وهذا غير طبيعي لكن كما قلنا هناك العديد من الحالات التي قدمت مؤخرا كذلك بعض الحالات قد تتطلب دراسة أكثر إذن شخص يقول بأنه قد قدم المعلومات البيومترية في السابع من مارس يقول بأن الإيكو في الرابع والعشرين من مارس قام بأداء طلب مؤدانه في التاسع عشر من أبريل وقالوا له بأنه قد تم اتخاذ القرار لكنه لا يزال ينتظر أن يتواصل معه مركز التأشيرات حتى يقوم بسحب جواز السفر الخاص به إذن هذا النوع كذلك من المشاكل أو الحالات بأنه يتوصل الإنسان بأنه قد تم اتخاذ القرار لكن يتأخرون بشكل كبير في إرسال إيميل سحب جواز السفر إذن ربما يكون هناك بعض التأخير فقط بأنه هناك ضغط على سواء الهوم أوفيس أو مراكز التأشيرات إذن نمر لمثال أخير في هذه الحلقة هذا الشخص هنا يقول بأنه قد قدم المعلومات البيومترية الخاصة به في الخامس من مارس من العام الفين واربعة وعشرين يقول بأنه قد وظف مستشارا قانونيا ويقول بأنه تأشيرة عادية يقول بأنه قد توصل إيميل الإيكو في الرابع من أبريل من العام الفين واربعة وعشرين تلقى إيميل القول في السادس والعشرين من أبريل يقول بأنه لا يزال ينتظر كذلك سحب جواز السفر يقول كم يتطلب الأمر إذن على حسب ستنتظر حتى يتصل أو يتواصل معك مركز التأشيرات لتقوم بسحب جواز السفر الخاص بك إذن هكذا أصدقائي نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسوا مشاركتنا تعالقكم في قسم التعاليق حتى نقوم بالرد عليها شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة